السلام علي رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناتي ان شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال بزحة جيدة ان شاء الله نجحت لكم اليوم ورجبت لكم وصفة يحبوها كامل هذا الوصفة هي الشورمة شورمة الدجاج اللي نفضلها في هذا الصيف ساندويتش شورمة رح نحضرها مع بعض نحتاج لهذا الشورمة الدجاج كما رحكم تشوفوا ملعقة 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 مصبرة فلفل أحمر فلفل أسود كركم زنجبيل ملعقة فلفل أحمر فلفل أسود فلفل أحمر ثقبتو بليك وغضو هكذا بيدخلنا هذيك 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 سنقسم نقسم القطع ثقبت ثقبت نضيف اليوغورت اليوغورت تركيا اليوغورت اليوغورت يضيف البصل ثوم ثقبت 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 الزيت ثقبت خلطوا بخلط حتى مزيد تفتح لاحق ونقوم بسطيع حيث متعبخ يساعد في كل الماء المشتر نقوم بمدة نصف ساعة نحضر الثلاجة ثلاثة نحضر الثلاجة ونضع الثلاجة ونضع الثلاجة ونحضر الثلاجة نضع المصروف من البرة ونضع المصروف ونضع الثلاجة وبنان اتحضر الثلاجة واشيقا بسبب الثلاجة اتبع المضاعر نضيف الكيس البلاستيكي على الدجاج و نضيفه على شكل حربوش و نضيفه مليح و نضيفه من الجوانب و نضيفه و نضيفه للثلاجة حتى يجمد معنا نضيفه نذهبي لكيس البلاستيكي مليحه و نضيفه consume و نضيفه لثلاجة يجمد معنا يجمد وقت ما كفاني كنت لازم نوجد هذا الفيديو و لازم نصور لكم الفيديو اذا خلوه يجمد شوفوا كما راكم تشوفوا هنا انا جمد لي بصح ما جمد ليش مليح بالطريقة اللي كنت تنفضلها نتيجة تكون احسن و افضل و ناجحة اذا هنا بعد ما يجمد يجبوه و تقطعوه رقيق رقيق إلا ما خليتوه يجمد كما انا مرحش يتقطع لكم اذا خلوه يجمد حتى تصيبه شد رحم له عبد يقطع الشرائح يجو رقاك كي مشاور ما انتع المحلات اذا هكذا بهذا الطريقة انا وريت لك الطريقة بصحتي ما تسرعيش كما انا علاج الفيديو سوف نقلي ملعقه نقلي شرائح حرقاك كما تراه شرائح حرقاك بعد ما قطعت الحربوش نضع المقلاد غريب ملعقة نضع الزبدة سوف نقلي ماء في نفس الوقت تجمد لا يطلق الماء كما انا قلت لكم اطلق لي الماء وكيجي تنقسمها كما كنت تريد شراء حرقك الزبدة يتقلى قسم يشرب المتعوم وكما تعرفوا في المحلات يجي هكذا محمرة ويجي نشفة ويجبنينة ويخرج كامل الداجد والصوص نقصت هذه الصوص وضعتها في طبقهم ثم سوف نمسح فوق الصندويتج سوف نقلي حتى يذهب لي كامل المتعوم ونجعله يتحمر معنا ونضعه ونضعه الصندويتج تحصل على اللون الذهبي في الصندويتج ونحمره ثم سوف نحضره هذا الصندويتج وعندنا الخبز الصندويتج هذا الخبز وعندنا صوص متوفر في المخدوم في البيت وعندنا نباط طمقلية كامل سوف نضيف سوف نضيف ثم نضيف ثم نضيف دجاج في سندويتج نضيف صندويتج ، مايوناز ، كيتشوب ، سوستع الطماطم نضيف جبن مبشور نضيف صندويتج نضيف صندويتج نضيف صندويتج نضيف صندويتج نضيف صندويتج أنه مبشور نضيف صندويتج نضيفا أضيف التلوية نضيف صندويتج نضيف صندويتج من الأجل نضيف صندويتج ولو تكثير شاورمة نقوم بتقديمه في البيت نقوم بتقديمه في هذا الطريق نقوم بتقديمه في هذا الطريق وصفتنا لنهار اليوم نتمنى إعجابكم تطبقوا هذه الطريقة كما تطبقتها نقوم بتحضير الدجاج نحضره للشاورمة نقوم بتحضير الشاورمة هي طريقة سهلة و بسيطة وعلى بل ستعجبكم وتحتامدوها هذه هي وصفتنا لنهار اليوم تمنى إعجابكم واتطبقوها بهذه الطريقة ومتنسونيش بالتعليقات تحكم محفز وبرجيو فيديو من أحباب والأصدقاء لتعمل فائدة سلام تلاقاوا في فيديو آخر مع وصفة أخرى إن شاء الله